بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلاب الأعزاء في درس جديد من دروس العلوم للصف الأول متوسط معكم معلمتكم العنود والاعتابي ومعنا اليوم لغة الإشارة الأستاذ نسرين النصار بإذن الله اليوم سيكون درسنا مراجعة الفصل العاشر وهو الحيوانات اللافقارية كان يتضمن درسين الدرس الأول الإسفنجيات واللاسعات والددان المفلطحة والددان الأسطوانية دعونا نقرأ معا الحيوانات مخلوقات عديدة الخلايا الحيوانات مخلوقات عديدة الخلايا عليها أن تحصل على غذائها وتهضمه هذا واحد اثنان اللافقاريات حيوانات ليس لها عمود فقري ليس لها عمود فقري أما الفقاريات فهي حيوانات لها عمود فقري إذن المملكة الحيوانية تنقسم إلى قسمين رئيسيين وهي الفقاريات واللافقاريات ما الفرق بين الفقاريات واللافقاريات؟ الفقاريات لها عمود فقري أما اللافقاريات ليس لها عمود فقري وهي حيوانات قلنا عديدة الخلايا لابد أن تحصل على غذائها وتهضمه التماثل هو طريقة تترتب فيه أجزاء الجسم الحيوان هي طريقة تترتب فيه أجزاء جسم الحيوان أنواع أنماط التماثل جانبي وشعاعي وعديمة التماثل إذن أنواع التماثل أنواع التماثل ثلاثة جانبي شعاعي وعديمة التماثل إذن عرف التماثل هو طريقة تترتب فيها أجزاء المخلوق الحيوان أحسنتم ما هي أنواع التماثل ثلاثة رائعين ما هي جانبي شعاعي وعديمة التماثل لا توجد أنسجة في الإسفنجيات هذا رقم 4 رقم 5 الإسفنج المكتمل النمو يثبت نفسه في مكانه إذن يثبت في مكانه ويحصل على غذائه وعلى الأكسجين من خلال تصفية الماء إذن الإسفنج المكتمل النمو يثبت نفسه في مكانه وغالب أن يكون على الصخور يحصل على الغذاء وعلى الأكسجين عن طريق تصفية الماء ماذا عن اللاسعات؟ اللاسعات ذات تماثل شعاعي ذات تماثل شعاعي لها لوامس ما هي هذه اللوامس وماذا تفعل؟ اللوامس تحتوي على خلايا لاسعة تستخدمها في الحصول على الغذاء إذن هي تمسك هذه الحيوانات وتأكلها إذن اللوامس تحتوي على خلايا لاسعة تستخدمها في الحصول على الغذاء واللاسعات ذات تماثل شعاعي بالنسبة للددان المفلطحة والددان الأسطوانية هي ذات تماثل جانبي هي ذات تماثل جانبي تعيش إما حرة أو متطفلة إما حرة أو متطفلة إذن الددان المفلطحة والددان الأسطوانية لها تماثل جانبي الجزء اليمين يشبه الجزء اليسار تعيش حرة أو متطفلة هذا بالنسبة للدرس الأول الدرس الثاني كان بعنوان الرخويات والددان الحلقية والمفصليات وشوكيات الجلد رقم واحد الرخويات أجسامها طرية أجسامها طرية مثل الأختبوط عادة ما يكون لها صدفة مثل الحلزون بعضها له جهاز دوري مفتوح إذن يسري الدم في جميع أجزاء الجسم بشكل حر إذن هي طرية عادة ما يكون لها صدفة وبعضها لها جهاز دوري مفتوح بالنسبة للددان الحلقية أجسامها مكون من حلقات لذلك سميت في حلقية يفصل تجويف الجسم الأعضاء الداخلية عن جدار الجسم إذن تتكون من حلقات ويفصل تجويف الجسم الأعضاء الداخلية عن جدار الجسم هذا في الددان الحلقية نأتي الآن للمفصليات هيكلها الخارجي يغطي جسمها ويحميه هيكلها الخارجي يغطي جسمها ويحميه كذلك يوفر الدعام لها إذن يحمي ويدعم جسمها تنمو المفصليات بواسطة إما التحول الكامل أو التحول غير الكامل التحول الكامل على أربعة مراحل والتحول غير الكامل على ثلاثة مراحل إذن تنمو المفصليات بنوعين من التحول إما كامل أو غير كامل الكامل أربعة مراحل والغير كامل ثلاثة مراحل أخيراً شوكيات الجلد لافقاريات هي من اللافقاريات ولديها جلد شوكي وجهاز عصبي بسيط إذن ننتقل الآن إلى خريطة المفاهيم لديك هذه الخريطة في كتابك المدرسي انسخ الخريطة وأكملها لتبين أنماط الحركة في اللافقاريات فاللافقاريات حدد لنا عدة أشياء وهنا فارغ سنعبه الآن شوكيات الجلد بماذا تتحرك؟ بماذا تتحرك شوكيات الجلد؟ بماذا تتحرك بالأقدام الأنبوبية؟ كذلك المبصليات تتحرك بالأرجل الرخويات تتحرك بقدم عضلية قوية الددان الحلقية إما بأشواك صلبة أو انقباض وانبساط مجموعتين من العضلات إذن شوكيات الجلد تتحرك بالأقدام الأنبوبية المفصليات تتحرك بالأرجل الرخويات بقدم عضلية قوية الددان الحلقية إما بأشواك صلبة أو انقباض وانبساط مجموعتين من العضلات مثل دودة الأرض استخدام المفردات لدينا المصطلح والعلاقة بينهما أولاً جهاز دوران مفتوح وجهاز دوران مغلق ما المقصود بجهاز دوران مفتوح؟ يتحرك الدم بشكل حر ضمن تجاويف الجسم بشكل حر ضمن تجاويف الجسم إذن والمغلق يكون في أنابيب أحسنتم إذن الدم داخل أوعية دموية فقاريات واللافقاريات قلنا الفقاريات تتميز بوجود عمود فقري لها أحسنتم اللافقاريات ليس لها عمود فقري رائع المفصليات والرخويات المفصليات لها هيكل خارجي يحميها بالنسبة للرخويات غالباً يكون لها أصدف ننتقل الآن إلى الهيكل الخارجي والعباءة الهيكل الخارجي يحمي ويغطي جسم المفصليات بالنسبة للعباءة يحمي وهي طبقة نسيجية رقيقة تغلف جسم الرخويات إذن الهيكل الخارجي يحمي ويغطي جسم المفصليات العباءة تكون موجودة في الرخويات وهي تحمي كذلك وما هي هي طبقة نسيجية رقيقة تغلف جسم الرخويات نأتي الآن إلى المفصليات والزوائد المفصليات المفصليات لها زوائد مفصليات أحسنتم والزوائد المفصليات ما هي؟ هي عبارة عن تراكيب تنمو في الجسم مثل الكلابات والأرجل وقرون الاستشعار إذن لدينا هنا علاقة بينهما المفصليات لها زوائد مفصليات الزوائد المفصليات هي عبارة عن تراكيب تنمو على جسم الكان وهي عبارة عن الأرجل قرون الاستشعار والكلابات ننتقل الآن إلى الرخويات والعباءة الرخويات هي حيوانات لافقارية غالبا لها أصداف وعباءة وقدم كبيرة بالنسبة للعباءة قلنا أنها نسيج طري رقيق ويغطي جسم الرخويات إذن هي موجودة فوق الرخويات نأتي الآن إلى اللاسعات واللافقاريات اللاسعات هي لافقاريات أجسامها مجوفة ولديها لوامس وخلايا لاسعة بالنسبة لللافقاريات هي حيوانات ليس لها عمود فقري إذن اللاسعات من أنواع اللافقاريات أجسامها مجوفة لها لوامس وخلايا لاسعة اللافقاريات هي حيوانات ليس لها عمود فقري كذلك ننتقل الآن إلى الديدان الحلقية والديدان الأسطواني الديدان الحلقية هي لافقاريات ذات جسم مكون من قطع ولها جهاز دوران مغلق مكون من قطع ولها جهاز دوران مغلق بالنسبة للأسطوانية أقل تعقيدا من الديدان الحلقي أقل تعقيدا من الديدان الحلقية تكون جسمها من أنبوبين بينهما السائل يتكون جسمها من أنبوبين بينهما السائل اللافقاريات والديدان المفلطحة قلنا أن اللافقاريات ما تميز بها هو وجود ليس لها عمود فقري الديدان المفلطحة هي من ضمن أنواع اللافقاريات وشكلها بهذا الشكل جسمها طويل ومنبسط إذن اللافقاريات ليس لها عمود فقري الديدان المفلطحة هي من أنواع اللافقاريات ذات جسم طويل ومنبسط ننتقل الآن إلى تثبيت المفاهيم السؤال العاشر اختر الإجابة الصحيحة تستعين دودة الأرض في حركتها به الأشواك، الأصوات، الأقدام، والزواعد المفصلية ما هو الجواب؟ الأشواك أحسنتم حتى تقوم بتثبيت نفسها وتتحرك رائع السؤال الحادي عشر الفراشات، النمل، النحل، أمثلة على الحشرات تمر خلال دورة حياتها به هل تحول غير كامل ناقص؟ أم تحول كامل؟ لا تقوم بأي تحول؟ أم عملية الإنسلاخ؟ الفراشات، النمل، النحل هي عبارة عن تحول كامل أحسنتم تمر بالأربعة مراحل جميعهم السؤال الثاني عشر أي من ما يلي يعد حيوانا متطفلا؟ الإسفنج، البلناري، الدودة الشريطية، هو قنديل البحر ماذا؟ أحسنتم الدودة الشريطية؟ هاين توجد في أمعاء الإنسان رائع لذلك تكون محيوانا متطفلا وتتطفل على الإنسان أي المجموعات التالية تنسلخ؟ القشريات، ديدان الأرض، نجم البحر، والديدان المفلطحة أيها تنسلخ؟ القشريات ممتاز الرابع عشر، أي المخلوقات الآتية لها جهاز دوران مغلق؟ الأخطبوط، الحلزون، المحار، والإسفنج لها جهاز دوران مغلق، إذن الأخطبوط السؤال الخامس عشر، أي المخلوقات الحية التالية تتكون جسامها من جزئين رئيسيين؟ الحشرات أم الرخويات أم العنكبيات أم الديدان؟ من جزئين؟ رئيسيين فقط، أحسنتم العنكبيات فقط جزئين السادس عشر، أي مجموعات اللافقاريات التالية يظهر فيها التماثل الشعاعي بوضوح؟ الديدان، شوكيات الجلد، الرخويات أم المفصليات؟ تماثل شعاعي، شوكيات الجلد رائع نستخدم هذا الشكل الإجابة عن السؤال السابع عشر، نلاحظ في صورة ما اسمها؟ ما نوع التماثل في الحيوان مبين في الشكل؟ هل هو عديم التماثل، جانبي، شعاعي أم داخلي؟ هي الأم أربعة وأربعين، تماثلها جانبي، إحسنتم أي الحيوانات التالية لا ينتمي للمجموعة نفسها؟ لاحظ معي الحلزون، نجم البحر، الأخطبوط المحار الحلزون، الأخطبوط، المحار، هذه تنتمي لماذا؟ ومن هو الغريب عنها؟ نجم البحر، أحسنتم من ضمن شوكيات الجلد، إذن هي مختلفة عن الثلاثة الأخرى أي الأطوار الآتية يميز التحول غير الكامل من التحول الكامل؟ البيضة، الحشرة المكتملة، النمو، الحورية أم اليارقة؟ لنسترجع معنا، ما هي المراحل؟ في التحول الكامل وغير الكامل، الحورية رائع لأن التحول الكامل لأربعة مراحل جميعها، أما غير الكامل ينقصها الحورية استنتج من الصفة التي تجعل الإسفنج حيواناً وليس نباتاً؟ لماذا؟ هل هو يبحث عن غذائه؟ هل هو عدم قدرته على صنع غذائه؟ إذن عدم قدرته على صنع غذائه كذلك هو ثابت في مكانه؟ وضح فائدة وجود أكثر من طريقة للتكاثر عند بعض المخلوقات الحية وضح الفائدة تجعله أكثر قدرة على الاستجابة للتغير في الظروف المحيطية أو المحيطة مما يعني إمكانية أكبر للمحافظة على استمرار النوع ومنع وضح الاختلاف بين التبرعم والتجدد ما هو التبرعم؟ هو إحدى طرائق التكاثر اللاجنسي وينتج عنه فرد جديد بالنسبة للتجدد عملية لتعويض أجزاء الجسم المفقودة إذن عملية لتعويض أجزاء الجسم المفقودة استنتج تمتاز ذوات الأرجل المئة وذوات الأرجل الألف بأن أجسامها مقسمة إلى قطع وحلقات فلماذا لا تصنف مع الديدان؟ لماذا لا تصنف مع الديدان؟ ما السبب في ذلك؟ لأن لها زوائد مفصلية وهي الأرجل متصلة بكل قطعة بينما ليس للديدان زوائد مثلها لذوات الأرجل المئة زوجان من الزوائد المفصلية بكل قطعة ولذوات الأرجل الألف أربعة أزواج متصلة بكل قطعة إذن لها لأن لها زوائد مفصلية يقصد فيها الأرجل متصلة بكل قطعة بينما ليس للديدان زوائد مثلها لذوات الأرجل زوجان من الزوائد متصلة بكل قطعة بينما لذوات الأرجل الألف أربعة أزواج متصلة بكل قطعة إذن الاختلاف بين التبرعم والتجدد التبرعم هو إحدى طرائق التكاثر اللاجنسي ينتج عنه فرد جديد بالنسبة للتجدد هو عملية لتعويض أجزاء الجسم المفقودة هنا ما الفرق بينهما لأن لها زوائد مفصلية أرجل متصلة ما الفرق بين المئة والألف رجل المئة رجل لها زوجان من الزوائد المفصلية أما الألف الرجل لها أربعة أزواج متصلة بكل قطعة قارن بين تغذي كل من الإسفنج واللاسعات كيف تتغذي الإسفنج وكيف تتغذي اللاسعات تتغذي الإسفنجيات بواسطة ترشيح الغذاء من الماء المار خلال جسمها إذن ترشح الغذاء المار من جسمها بالنسبة للجوف معويات أو اللاسعات تمسك الفريسة بواسطة اللوامس ثم تشل حركتها بواسطة الخلايا اللاسعة إذن تشل حركتها بواسطة الخلايا اللاسعة ثم تدخلها عبر الفم إلى تجويف الجسم ثم بعد ذلك يتم الهضم إذن تتغذل اسفنجيات بواسطة ترشيح الغذاء من خلال الماء المار خلال جسمها ترشح الماء المار في جسمها بالنسبة للجوف معويات تمسك الفريسة أولا بواسطة اللوامس ثم تشل حركتها بواسطة الخلايا اللاسعة ثم بعد ذلك تدخلها في الفم ثم في تجويف الجسم ثم تبدأ بعملية الهضم نلاحظ معنا هذا الشكل استخدم الشكل التالي في الإجابة عن السؤال السادس والعشرين مقارنة الحبار لاحظ معي هنا الطول بالأمتار نبدأ من الصفر خمسة عشر خمسة عشر ثمانية عشر متر الحيوانات لدينا الحبار الحوت القاتل زرافة وفيل وإنسان السؤال يقول مقارنة بالحبار كم ضعفا تقريبا يساوي طول الحبار العملاق كل من الحوت القاتل ثم الزرافة ثم الفيل ثم الإنسان لاحظ معي الحوت تقريبا تسعة وهنا لدينا ثمانية عشر إذن تسعة وتسعة كأن الضعف مرتين احسنتم بالنسبة للزرافة لاحظ معي خمسة أمتار طولها إذن احسب كم سيكون ضعف كم لدينا الفيل لاحظ معي تقريبا أربعة أمتار لدينا الإنسان أقل طبعا تقريبا متر ونصف إلى متر وثمانين إذن الجواب سيكون أكبر بمرتين من الحوت القاتل تقريبا أكبر بمرتين من الحوت القاتل تقريبا لأن الحوت تقريبا تسعة ولدينا الحبار طوله ثمانية عشر متر فهي ضعف بالضب وبالنسبة للزرافة لاحظ معي تقريبا أكبر بثلاث مرات فهي خمس عشر خمسطاعش إذن أكبر بثلاث مرات بالنسبة للفيل تقريبا أكبر منه بأربعة مرات فهو ضعف أربع مرات بالنسبة للإنسان تقريبا أكبر منه بتسع مرات إذن مقارنة الحبار بالحيوانات الأخرى نلاحظ أن الحبار طويل جدا فلدينا هنا 18 متر نلاحظ أن الحوت تقريبا 9 أمتار الزرافة 5 أمتار الفيل تقريبا 4 أمتار والإنسان من متر ونصف إلى مترين تقريبا نلاحظ أن الحبار أطول من الإنسان بتسع مرات بالنسبة للفيل الحبار أطول من الفيل بأربعة مرات أربعة أضعاف والزرافة تقريبا أطول منها بثلاثة مرات فكأنك ستضعف 5 أمتار إلى 10 إلى 15 ستلاحظ أنها تكون ثلاثة مرات إذن الجواب النهائي الحبار أكبر بمرتين من الحوت القاتل وأكبر بثلاث مرات من الزرافة وأكبر بأربع مرات من الفيل وأكبر بتسع مرات من الإنسان السؤال السابع والعشرين تغذي دودة الأرض إذا كان لديك تفاحة كتلتها 141 جرام ودودة الأرض كتلتها 11 جرام فكم يوماً تحتاج دودة الأرض لتأكل التفاحة مع العلم أن هذه الدودة تستطيع أكل ما يعادل كتلتها كل يوم ما يعادل كتلتها كل يوم إذن كأنك ستحسب 11 جرام في اليوم الأول 11 جرام في اليوم الثاني 11 جرام في اليوم الثالث وهكذا إذن الجواب سنقسم كتلة التفاحة 141 على كتلة دودة الأرض 11 جرام سيصبح الناتج 12.8 تقريباً تقريباً 13 يوماً إذن لو تجمعها ستصبح 13 يوم سيعطيك الناتج 141 فالقسمة أسهل إذن 141 تقسيم 11 جرام سيعطيني 12.8 بالتقريب الثمانية تعطي الاثنان واحد إذن سيعطيني 13 يوماً 13 يوماً دودة الأرض تأكل تفاحة كتلتها 141 نعود الآن لهذا الجدوى الذي طرحناه في بداية هذا الباب العبارات كنتم أنتم سابقاً وضعتم هنا موافق أم غير موافق لنرى الآن بعدما درسنا هذا الفصل ماذا سنكتب يمكن أن تشطر أغلب الحيوانات إلى نصفين متماثلين إذن الجواب نعم موافق تنتمي الإسفنجيات إلى مملكة النباتات غير موافق لأن الإسفنج هو حيوان وليس نبات الجوف معويات مخلوقات لها أجسام مجوفة مفرغة من الداخل نعم صحيح تصنف جميع الديدان في مجموعة واحدة وهو غير صحيح لأنه عندنا أكثر من نوع مثل ديدان المفلطحة ديدان أسطوانية ديدان الحلقية فهي أكثر من نوع جميع الرخويات جميع الرخويات لها أصداف بعض الرخويات ليس لها أصداف إذن غير موافق تتنفس ديدان الأرض عن طريق جلدها نعم موافق تعيش بعض الديدان في المحيطات نعم صحيح يوجد لدى ذات الأرجل الألف وهي من عديدات الأرجل ألف رجل فعلا طبعا غير صحيح يوجد لديها أربعة أزواج من الزوائد المفصلية تمتد في كل عقلة من جسمها العقرب من المفصليات نعم من ضمن العنكبيات فهو من ضمن كذلك المفصليات إذن إلى هنا نصر طلاب الأعزاء إلى نهاية درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته